اتيكات معنا دين ظاهر اليوم بيحكي عن الشطة وعادات الشطة والاتيكات بالشطة وفي معنى تياب كمان ايه في معنى اشيه هيك غراد لازم ننتبه لانه كتير بيسألوني طب انا فتة الشمسية شو ما عمل فيها الكامبوت شو ما عمل فيها القبعة الكفوف الفولار يعني كل هاي دي تفاصيل خاصة بالشطة وطبعا احنا هلأ في لبنان عنا عاصفة حلوة كتير وفي موسم اكيد حلو للتلج فان شاء الله يا رب هيك الاميكرون كمان هتتهدى لحتنا كمان العالم تنبسط بهيدا الموضوع هي تفاصيل بكل البلاد لحن نستعب يعني لحن نحكي عن كل البلاد يلي في عندهم اذا بديك فصل شطة اكتر او عالي او طويل وهي دي امور يمكن كتير في باوروبا نحنا واجهناها الفكرة هي بتقول انه كل شغلة نحنا نستعملها كأداة هي بالنهاية الى هدف هو تدفئة الانسان يعني بدنا نفصل بين الادوات او بين الاغراض يلي نحنا عم نستعملهم للزينة وبدنا نفصل بين الاغراض اللي عم نستعملها للتدفئة لانه هدول شغلتين مختلفين يعني انا فينا حط فولار للزينة مش مضطرة يكون بس بالشتاء فينا يحطوا للزينة فإذا ما يكون للزينة ما بتخلى عنه ما بشيله الكفوف يلي هني من سطا يعني مثلا إذا كنا بسهرة جران جالا يلي حاطة الست الكفوف في طوال كمان ما بتتخلى عنه فإذا الزينة مختلفة عن التدفئة لحتى نكون دايئة حتى القبعة يلي هي بعد الساعة لأن القبعة يلي نحنا بنستعملها بشكل يومي من بعد الساعة ستة مفترض انك انت تشيليها وإذا كانت قبعة للسهرة فهذه قبعة ما بتنشال خصوصا للسيدات لأن الرجال عندهم غير اتكات ولح نحكي عن الفرق بينتهم اتنينتهم فإذا تخطية الرئيس هي شغلة كمان كتير محببة ومحبذة وخصوصا للأشخاص يلي بيبردوا فإذا القبعة هي عملت للتدفئة وإنك تشيلي كمان بدأي أقول أن أنا في لح نحكي بس على القبعة ما لح أحكي على الكاسكات يعني ما لح أحكي على هاي الكاسكات اللي بيحطها للشخص أو التين ايجر لأنه هاي دي كمان مش للتدفئة دخيلة هاي دخيلة على إذا بدك على هذا العالم فإذا القبعة هي كل ما يغطي الرأس فالرج أو السيدة عندما تدخلوا هيدا شي كتير مهم أنه السيدة وقتها بتكون حتى القبعة فإذا القبعة يجب أن تكون أول شي ما تغطي العيون يعني لازم يكون الشخص اللي بوجك عم يقدر يشوف عيونك هاي شغلة يعني إذا كانت هيك أنا بيصير بدي أعمل هيك كل الوقت هيدا الشي مش مزبوط فإذا عندها انتقاء القبعة يجب أن تكون واقفة بهذا الشكل إذا كانت هالقد كبيرة فهيدا ممنوع أن تضل كل الوقت بقلب المطعم أو بقلب المكان المغلق لأنه تغطية الرأس هي فقط للأماكن المكشوفة إذا نحن اليوم إذا حاطين هيك قبعة طبعا أنا لاحقول أنه فيه سيدات بتحب لا تخربطوا الشعرات فيه سيدات بتحب أنه تترب هذه القبعة ولكن هيدا الشي غير محبث خصوصا إذا كانت قاعدة بسيركل وفيه شي عم نتفرج عليه فإذا هيدا ممكن أنها تعيق نظر الآخرين إذا كانت هيك هالقد كبيرة فيها تكون أصغر يلي هي بتجي مثل البري أو مثل الكاسكاد فإذا كانت على قد الرأس بتقدر تتركها كل الوقت للتدفئة هيدا اختيار إذا كانت معيقة للأشخاص الآخرين فيجب أنه نحن نشيرها هيا أول شغلة للقبعة وين من حتى هلأ ها وين من حتى هلأ هلأ لحق لي هلأ شغلة تانية كمان كتير أساسية الرجل يعني بشكل تلقائي يجب عليه عند الدخول أي مكان مسكر أنه ينزع القبعة فيما حتى بالأسانسور يعني حتى بالمصعد بأي مكان هي عبارة عن لياقة وهيدي الشي كان يعني بيرجع لأيام العصور الوسطى اللي كان فيها الرجل يحط فيها الهلمة يحط فيها الحاجز الحديدي الهلمة الخوزي الخوزي شكرا فإذن الخوزي فعندما ينزع الخوزي فهو يدخل في سلام لأنه هون عم يكشف إذا بدك على منطقة كتير حساسة بجسمه وهو ليس في حالة عيداء إذن هايدي هون بتجي بهيدا الإطار وطبعا أخذت أشكال كتير مثل كتير أمور يعني مثل كرافات مثل كتير أمور اللي نحنا تتطور مع الوقت فإذن وعندما يكون على الطريق ويمر طبعا الرجل هيك الأليغنت اللايق إذا يمر جنب سيدة أو أكثر من سيدة فهو بيقدر أنه يعلي القبعة بشكل بسيط جدا لحتى يقول يعني احتراما تحيي هي هذه العوائد يمكن طبعا عم نخسر كتير ولكن إذا كان واحد عملها ما في حدا إلا ما بيقول أنا شكرا والسيدي هون تقدر أنه هي فقط بإماءة صغيرة من رأسها تحيي هذا الشخص اللي حييها هي تحيي مثل ما حضرتك فإذا هون وقت اللي منشيل القبعة نقدر نحط إذا في مكان نعلقه على جنبنا فينا إذا لا لازم نحطه يا على حضننا أو إذا كان في مكان آخر نقدر نحطه موجودة هيك بشكل أنه فينا نعلقه وراء يعني نلاقي محل ولكن ما منقدر نحطه على الطاولة إذا كنا بأي مكان أو أي مطعم فينا ممنوع نحطه على الطاولة إذا فيه وقت دخلنا على المحل فيه يعني مكان خاص هذا نعطي ساعتها القبعة مع الجاكات ومع الفلار ومع القفز هذه خلصنا من القبعة هلأ عندما نلبس نكون لابسين القفاز لأنه لازم نشوف كمانا قد تستعمل من أدوات الشطة لا كلهم بس حسب الموسم يعني نحن عالنا شطة مش إيسي نحن يمكن فيه فيه أمور ما كتير معتدل دايما يعني بس هالسنة حسب كمانا بلبنان تكوني حسب بأي منطقة عايشة يعني تفرح صحيح فإذا أول شغل وقتا نكون لابسين القفاز وقتا اللي مندخل قبل نحن وعم ندخل يجب علينا شوف كيف منخلع القفاز كمانا بطريقة كتير منعلي الأربع أصابع ومن ثم منسحبهم كلهم دايما لازم إيد اليمين تكون فاضية وتكون خالية من القفاز لأنه ممنوع نسلم نحن ولبسين أي كفوف إلا إذا كنا على الطريق إذا كنا على الطريق بكل الأحوال ما حدا بيسلم يعني أنت ما بتسلمي على حدا وقفين على الطريق ما بتسلمي إجمالا بتكون التحية مختلفة على الطريق يعني بالخارج إذا مرئين إذا مرئين إذا تطريتي وسلمتي بالقفاز الشخص الآخر اللي حيكون كمانا يعني بأكثر الحالات كمانا لابس قفاز ولكن إذا لابسين مش ضروري إن شلح مش ضروري إن شلح وقتها بتتخلي على المكان فيك تضلك حاملة القفاز اليمين بإيديك الشمال إلى حين الجلوس عندما نجلس هيدا أو إذا كان قررتي تحطيهم يعني بالفستير طبعا القفاز فيك تحطيه بالجزدين فما في داعي أبدا لحتنا أنك أنت ضيعي يعني ما قلو ما كان كتير كبير إذا هيدا القفاز أهم شي نعرف إنه دايما يتكون الإيد فاضي منه خالي عنده السليم ووقت اللي منشلحهم فينا نحطه بجزدين حدنا وفينا نتركه بقلب القبعة إذا كان نحنا ترك لها معنا هلأ بدي لح أحكي كمانا على الفلار يلي هي طبعا فيه أكثر من طريقة لحتنا الواحد يحطه أنا لح أختار الطريقة اللي دايما أنا بحطه فيها عفوا هيك فإذا عندما نكون حاطين الفلار ليس من المستحب أنه كل الوقت نضلنا حاطين الفلار خصوصا إذا كان بهذا الحجم يعني أنا نقيت فلار شتوي هيدا الفلار فينا نشيله عندما ندخل لأنه أنت كمانا إذا خليت هاي الحرارة تدخلي لجوه أنت صار فيه دفع فإذا كان خليت الحرارة كتير عالي لجسمك ممكن وقتها اللي بتدهري ببطل يعطي هيدا القفة فإذا نحنا وقتها اللي منشيل الفرار مش بالضرورة أني أنا أقعد ضلني نص ساعة رتب فيه بقدر وقتها تشيله بشكل كتير عفوي بسيط حطه أو أو وهيدا كمانا فكرة كتير حلوة وقتلي بدي أعطيها للشخص بحطه بقلب الكب هيكي بحفظ الفلار بقلب الكب وهيدا شغلي كمانا بحب أني ألفت النظر عليها لأنه هيكي بتكوني أنت على الأكيد عملتي يعني جمعت غراضي كلياتهم عند بالفستر هلا كاتا إذا بتسمحيلي بدي كمانا نحكي أنا وياكي كيف الرجل لأنه الرجل يجب أنه يساعد السيدة لارتداء المعطف وكتير أنا بلاقي أنه فيه أشخاص كتير بيحبوا بس ما بيعرفوا وهنا بيصير فيه شوي هيك مثل تلبك الرجل يجب وقتا اللي يتعلم يعني السيدة تبرو هو لازم يشوف إيديا يعني هو ما بيقدر يحط له الكبوت هيك وينطره هي لحتنا تشوف الإيديا هي ما عم بتشوف فإذن هو لازم ينزل الإيدين لإيديا وهي منها لحالة بتسحب بيوصل الكبوت لهون يعني لازم يضل حمل الكبوت لهيدا المحل وما بيقدر ما بي لا إذا ما كانت سيدة حميمية لأله يعني زوجته أو حدا كتير أو أمه أو أخته ما بيقدر شعر حدا أوكي فهذا الشعر بليز ما حدا بيدقره إلا إذا كان في علاقة حميمية بين الشخص والسيدة أوكي وإذا نحتز الرجل وقتا بيساعد السيدة لحتنا تاخد تشيل المعطف مثل ما بيدقر بس الأب ومن ثم برجع إذا كان بلبسها بهالطريقة لنرجع نعيدها كاتيا أنا وياها وبساعدها لحديث بحتينا ترجع تحط الكبوت فإذا هذه أمور يمكن تفاصيل صغيرة هلأ وأكيد في عنا بعض الشمسية لأن الشمسية وقتا نكون داخلين إذا كان الشمسية نحن الشمسية إذا بديك هي من أكثر الأدوات كمان المستعملة واللي منتلبك فيها لازم بكل مكان مغلق يكون خصوصا إذا كان الأشخاص يعني جيين لعندهم الناس يكون في عندهم بورت بارابوي يلي هي هيكي طويلة من حتى أول ما ندخل ما مننفضها هيك لحتى أنا منترتش مجرد ما ندخل على أي مكان مغلق نحن طبعا منسكر الشمسية برا ومن حتى بالبورت بارابوي لحتى ينزل الماء لأنه هي معمول لحتى ينزل الماء فيها ومش مضطارين نحن نشفها قابل بالضبط وبدي أقول سرقة الشمسة مش مسموحة هاي دي مين طلع لي فيها أوريكي شناك مش عملي قولة شمسية بالضبط فإذا هاي دي فكرة إنه الديحة والقلم والشمسية لأن هو هيني تنسيها فبتنسر هلأ نسينا شي ولكن هو هيني واحد ينسى فبتنسرها منشان هيك هيني سرقتها كمان لأ هلأ أنت هون المشكلة أنت بتكوني مأكدة إنه أنا جبت معي شمسية وين وبعدها بسي العالم وبيوصلوا العالم بياخدوا شميس مش لقلون فلو سمحتوا هاي سرقة يعني عاوزنا عم يستعملها ما طايف الدني برا يعني مطاعم ويكون الناس مؤتمنين على أو الفالي باركينج يعني بدون ينزلوا الشخص لازم هو الشخص يكون عم يعمل ليه ما منمشي قدامه منمشي ورا فإذن ونحن الشمسية لازم تكون هيد يعني العصة تبعية الشمسية تكون الحد الفاصل بيناتنا فإذن نحن منكون ماشيين ورا بعد لحتى نهو يقول أنت وين رايح الشغلة تانية الشمسية مثل ما قلت أنا ما مننفضها من 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 حتى بقلب البورت بارابلوي وشو بعد في عنا بعد يد كفرد بعد خشي هلأ أهم الشي بس لحتين أخبركم أنه كل هذه التفاصيل حلو نعرفها إذا كان ما كتير هلأ الحلقة شوي هيك فيها كتير تفاصيل دقيقة على الأقل دايما نهتم أنه اللي أنا بقلكن اللي أنا بحب أنه تحفظه ما منسلم على إيد حدا نحن ولبسين أي قفاز ما منترك القبعة على الرئيس في حال دخول أي مكان مغلق لأنه هذا الشي كمان معنات أنا بعدني مني إيبلا للتواصل للحوار وما منسرق شميس أحدا شكرا ومنتأمل العصف تمرأ على خير ويكون الكل دفينين بهالوقت شكرا لك منشوفك الأسبوع القادم وفي هلأ ونجر متابعة لعيف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة